مرحبا برج العذرة أهلا فيكم في القراءة العاطفية برج العذرة أول سؤال لمجموعة المنفصلين ما هي مشاعر الشريك تجاهك الآن وأثناء فترة الانفصال عندنا ثماني الأكواب العربة ممكن أنك تتعامل مع برج مائي برج السرطاني هنا يواضح طاقته وعندنا أيضا كرت القوة كرت برج الأسد لكن اللي أحس واضح أكثر شيء من القراءة برج الأسد وأيضا بما أننا عندنا طاقة الأكواب برج القوس مثل ما تعرفون مشاعر الشريك تجاهك يا برج العذرة هو ندمان ولكن أحس أنه هو الذي جنى على نفسه وصل إلى مرحلة مدرك فيها أنه هو تصرف بطريقة خاطئة معاك أنه هو كان مقصر أنه هو لما أنت احتجت ما كان موجود الموجدي بس هو قاعد يشوف نفسه شوي قاعد يقول لنفسه أنا كنت غبي لأنه لما كان برج العذراء موجود ولما كان قاعد يقدم لي كل شيء ما عرفت قدره ما أعطيته حقه في الحين لما فعلا خسرته الثمانية لما صارت خسارة كبيرة فجوة عميقة بيننا ابتديت أدرك كبر الخطأ أحس أنه خطأ مو عادي مو خطأ زعل ممكن أنه يرجع ويفتح محادثة ويحاول أنه يرجع الأمور إذا تحس أنه لحد الآن ما رجع فهو لأنه لحد الآن مثقل بكبر أو حجم خطأ تجاهك عرفت أحس أنه متثاقل أنه شلون أصلح شيء أو شلون أصلح خطأ كبير عندنا كارت العربة أشوفك هنا أن أنت ذكي بما فيه الكفاية انزل لأنك ابتعد عنه في الوقت المناسب هاي الكارت كارت العربة أحس فيها أن برج العذراء سوى شيء اسمه cutting your losses أن أنت تحت من خسارتك وصلت لمرحلة فعلا بما أنك أنت الحين متحكم في مشاعرك متحكم في ابتعادك عنه وهو معجب مشاعرة تجاهك إعجاب إعجاب بطاقة الابتعاد لأنه فعلا أنت يا شريكي قاعد قاعد تجذبني قاعد تنزلني قاعد تؤرقني وما عرفت قدري عرفت أحمل نفسي وأمشي ما عرف وين بروح ولكن أتمنى أنه يكون على الجانب الآخر أو الشخص اللي ينتظرني المجهول يكون أفضل من جلوسي مع شخص معارف قدري فهو نظرته لك في هاي الفترة غير عن الندم اللي يحسه نظرت إعجاب إعجاب هنا العربة دائما تعني تحكم إعجابه بتحكمك وأن أنت وضعت نفسك أنت الأولوية هالمرة إذا فعلا سويت هذا الشيء إذا ما سويت هذا الشيء فموجود طاقة الإعجاب لأنك تحط نفسك أولوية معناته هي النصيحة لك دائما نقول لكم في التارو اخذوا الطاقة وطبقوها على حياتكم إذا شيء ما صار معناته بصير أو معناته أنه هو نصيحة وآخر شيء هنا عندنا كارت القوة STRING تعرفون لما تكون الأم في حالة ولادة أو مخاض من أجل أنه خلاص يطلع الجنين محتاج إلى آخر دفعة وآخر دفعة لازم تكون قوية دائما يقولون لها أعطي آخر دفعة كل ما أتيتي من قوة هو يحس ومشاعره تجاهك أن أنت مسيطر ولكن أنت في نفس الوقت قاعد بدون حتى وجودك في حياتك قاعد تستنفذ قوة إشلون عن طريق ابتعادك لما أنت تحكمت بذاتك صرت حتى تتحكم فيه على الرغم من أن أنت حاليا مبتعدين عن بعض على الرغم وبغض النظر من اللي كان المسؤول عن نهاية العلاقة ومن اللي اختار الابتعاد من اللي غلط ومن اللي أصدر ردة الفعل من أجل الابتعاد فهذا الشيء قاعد يستهلك قوته طاقته آخر ذرة دائما نقول هذه آخر ذرة طاقة عنده آخر ذرة حتى مو بس طاقة كرامة قاعدة أحسيني كرامة مشاعرة تجاهك وهذا شيء من المضحك ولكن مشاعرة أن آخر ذرة كرامة قاعدة تروح العربة قاعدة تروح بابتعادك بثباتك على قرار أو على وضع الانفصال إذا أنت كنت ثابت إذا ما كنت ثابت مثل ما قلت لكم معناتي أن أنت محتاجة التحكم والثبات إذا أنت مثلا كنت اللي يتراكض وراه وتسأل عنه وتحاول أنه ترجعه أنت عندك شخص وتتعامل مع شخص بالعكس رح يُعجب لما تظهر جانب من التحكم بنفسك وجانب من أضع نفسي أولا بالسؤال الثاني هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال؟ عندنا هني فارس الأكواب ملكة النار أبداً موسعيد وملكة الأكواب هذا يرجح الطاقة اللي قلت لك عنها برج القوس وبرج الأسد حسهم هني الأبراج النارية واضحين طاقة الماء ممكن يكون أيضا برج مائي ولكن حسي هني طاقة الماء مجرد يحاول أن يراضيك أو يفتح معاك محادثة من جديد هني شريك قاعد يقول لي الجواب لسؤالك لا يو برج العثرة شريك أبداً مراضي بالانفصال ومستعد حتى لدرجة أنه مستعد أن يتخلى عن آخر ذرة كرامة مثل ما قدت لك ولكن هذا الشيء يأتي مع ثمن شبه الثمن اللي أنت رح يمكن حتى تضطر أن تتعامل معه في البداية رح يحاول معك بالأسلوب الحلو بالأسلوب اللطيف بالكلمة الطيبة بأسلوب الاجتذاب الاعتذار سامحني يسأل عن أحوالك ولكن إذا صار في رفض من جانبك إذا ظليت معاند متحكم رح تشوف جانب خلي أقول لك مظلم شوية من شريكك جانب مخيف أنا أشوف هذا أنه جانب مخيف لأنه هذه الكرة يقول لي أنه بالطيب أو بالقوة ما يهمني شنو أسوي ولكن أهم شيء أن أحصل اللي أبي أحصل على مرادي وهذا الطاقة شوي مخيفة عندك شخص تتعامل مع شخص بعد فترة قاعد أثناء التحول أتشوفه يتحول من فارس الأكواب إلى ملكة النار بعد يتحول إلى شخص ما يهم الثمن اللي يندفع مثلا ما يهم أن أهلك يعرفون ما يهم أن الناس يعرفون هذا الطاقة اللي رح يتحول لها ما يهم أن أنت باتشر شن تفكر فيه شن رأيك فيه عنده هدف واحد أن أنت ترجع في حياته قاعد يقول لك بالطيب أو بالقوة فمعنات أن الوضع جدا في تحول في الطاقة خليك معي برج العذرة في تحول في الطاقة أول خطوة قاعد يقول لي أنا الغلطان ولكن رح أستخدم كل ما يتيت من قوة لآخر ذرة كرامة عشان أرجعه بالطيب قصمة شابكة كامل بالطيب مايا بالطيب القوة القوة البأس أن أنا أهدده أن أنا مثلا أظهر في مكان عمله أن أنا أسأل شخص المفروض ما يدرع عن خصوصياتنا أكل أتكلم مع شخص المفروض ما يدرع عن خصوصياتنا مستعد أن يخترق الطاقة المظلمة السؤال الأخير للمنفصلين ما هي خطوة القادمة ثمان السيوف أن يخرج عن إذا أنت مسوي لبلوك أو ما تتكلم معه يبي يريد يفتح معاك باب للحوار مجرد كلمة شلونك شخبارك تأخذ وتعطي معاك فاية بالنسبة له هذا أول باب يريد أن يخترقه الكوب الأول Ace of cups يبي يراضيك هذا ولكن امراضاته تأتي بحجم جدا ضخم يعني مو فقط اعتذار سرا الاعتذار وقصة شلونك شخبارك إن شاء الله طيب شلونه هلك ضمنني مثلا يأخذ آخر أخبارك هذا مجرد أول باب بعد هاي المحادثة راح تشوف صدمة من هذا الشخص تشوفها صدمة إيجابية بما أنه عندنا أول أكواب صدمة إيجابية على طول ياخذ معاك خطوة كبيرة على طول يقول لك أنا حين مستعد أسوي اللي قبل ما سويته على طول يبتدي يقترح بدون حتى أنت ما تطلب إن هاي الكوب الأول كوب العطاء الهدية بدون اقتراحك بدون ما تفتح الموضوع وهو يوقع عليك مثل القنبلة أو مثل المفاجأة الضخمة ولكن هاي إيجابية مفاجأة مثلا خلنا نتزوج مفاجأة أنا حين بأتكلم عن المستقبل والآن حين بأبني معاك شيء في المستقبل ولكن شريكك على وشك أن يدخل في طاقة شوي مظلمة وآخر كرت للأمور أو الخطوة اللي مستعد ياخذها السيفين هو مسعد يعطيك الكوب الأول ولكن هنا عندنا السيفين ما يبي خوفك في نفس الوقت لأن استعداده صار من صفر راح عندك من صفر راح لألف فما يبي خوفك هو مدرك أن أنت ممكن تخاف من طريقة التصرفات القادمة فكأنه ما راح يبين لك بس خمسين بلمية السيفين معناته من قسم بس خمسين بلمية من الأمور اللي مستعد يسويها كفاية راح يعطيك شوية بالقطارة في البداية كفاية عشان أنت مجرد تفتح معه الباب تثق فيه ما يبيك تشك في نوايا أبدا ما يبيك تشك ما يبيك تتفاجأ فكأنه ما أحس هنا ولو أنه راح تكون في مفاجأة كبيرة ضخمة تغيير كبير في هذا الشخص والشريك ولكن راح يحاول أنه ما يظهر لك كل الجانب ما يظهر لك الجانب المظلم ما راح إذا ما وصل إلى هاي الطاقة قبل ما ينفتح بينكم باب التواصل مرة ثانية راح يحاول أنه حتى ما يتكلم في الأمور اللي كان يسويها مثلا من وراك أنه يدور عنك في الإستجرام في الفيسبوك يتصل يسأل عنك و راح يخفي عنك هذا الجانب عشان ما تخف عشان ما تشك أوكي بس نصيحة أخيرة للمنفصلين حاول شوي تكونون حذرين إذا أتاكم هذا الشخص للتواصل لأن أشوف أنه باقي شعره ويفصل أو يبيع ويسوي أمور متهورة و حين ننتقل إلى العزاب العزاب أول سؤال لكم مواصفات الشخص القادم في طريقك عندنا ستة الأكواب ملكة الأرض و كارت العالم طبعا مثل ما تعرفونا أنا جهزت الأوراق قبل ما أدخل في القراءات عشان ما ناخذ من الوقت وايد و كل القراءة لازم تكونوا بكارتات مختلفة القادم في طريقك هذا الشخص موديا جدا مرتاح طبيعة عمله بلو كولر يعني أحس أنه يعمل في شيء مكتبي شيء رسمي يطلب منه أنه يلبس زي أنه يتعامل باحترافية عالية وأيضا هذا الشخص موافق عليه من قبل أهلك قبل أن يدخل حياتك يمكن هذا الشيء أنت ما راح تدري عنه إلا بعدين تكتشف أن أهلك حسوا أنه هو راح يدخل في حياتك أو احتمال أنه يسمعون خبر أنه يتقدم لك أخذوا أخباره سووا عنه تحليل تقييم سألوا عنه عن أخلاقه قبل حتى ما يقولون لك أو يفتحونك في موضوعه قبل حتى ما يدخل في حياتك في تقييم وموافقة تمت من قبل أهلك قبل ما أنت تلتقي فيه مر على أهلك تشوفه ممكننا صديق للعائلة ولكن شخص جديد كان دائما من معارفكم ولكن أنت بشكل مباشر برج العذرة ما احتكيت معه خلا نشوف وظيفته وشكله عندنا عشرة الأكواب أربعة الأخصان و هذا الشخص هنا أزرق وظيفته مثل ما قلت لك اتخص التعامل مع شكاوي الناس امتصاص طاقة الناس ممكن أن يكون في قسم الشكاوي في قسم الكستمر سيرفيس أو خدمة العملاء في قسم معين يطلب منه أن يتعامل مع الكثير من الأشخاص طول الوقت اجتماعي بطبيعة حاله الأبراج اللي قاعدة أشوفها ممكن جداً يكون عقرب قاعدة أحسن برج العقرب أو واحد من الأبراج الرئيسية ثور عقرب أو ثور أنزين مادية جداً مرتاحة ولكن عيب الوحيد أنه يصرف أمواله بشكل شوي طائش بدون أن يحسب للمستقبل شكله وسيم ولكن في شيء واحد ناقص فيه كامل عشرة الأكواب كامل والكامل الله ولكن في شيء واحد مزعجك بشأن أو راح يزعجك احتمال أو تشوفه ناقص بخصوص شكله ممكن أنه شوية وزنه زايد شوية أقصر مما تحب شوية أطول مما تحب فقط نقطة واحدة أحب أن يلعب كورة أحب أن يسجل أهداف هني قاعدة أتشوف مثل هدف المرمى أو مرمى الهدف ما أدرش يسمونه في وقت الخاص ممكن حتى كعملة احترافيا عملة اللي يكسب منها رزقه هو نفسه هذه الهواية هواية تتعلق بشيء خص الكورة كرة السلة أو كرة القدم إحراز الأهداف إذا ما كانت عندها بالعكس ما عنده أي اهتمام بالرياضة فعنده اهتمام بألعاب الفيديو على الأقل لازم شيء خص إحراز الأهداف والنقاط ممكن أيضا أن هذا مجال عملة أيضا التعامل مع عملاء أو خدمات عن طريق النقاط مو عن طريق الدفع المباشر ما أدري انزيل شو لازم تتصرف مع هذا الشخص لأنا قلت لك عنده مشكلة في طريقة تصرف أمواله هذا الشيء الوحيد اللي يؤرقني ستة السيوف سبعة السيوف ستة السيوف ستة الخماسيات الخماسي الأول التارو صريح معاك يا برج العذراء أول شيء أول مرحلة قبل ما تختم عليكم الحياة مع بعض قبل ما توقعون عقد الزواج لا تبين لا أنه عندك أي نية للتحكم فيه أو لتغييره خليك ساكت خليك تنتظر الوقت المناسب لأنه عندنا سبعة السيوف لا تبين لا هذي أول مرحلة ولكن إذا خلاص وقعت عقد الزواج أو خلاص دخلته في ارتباط شبهر أسمي مع بعض أول مرحلة أو المرحلة الثانية أنه أنت تحاول تسوي مع هذا الميزان خمسين بالمية خمسين بالمية بما معناه أن تدخل تحاول شوي شوي أو على الأقل خمسين بالمية تحط عليه مصاريف لأنه عنده مشكلة في إدارة أمواله تحط عليه مصاريف فقط خمسين بالمية يعني ما يضطر أنه يغير طريقة حياة أمية بالمية عشانك لا فقط خمسين بالمية هذه بداية حياتكم مع بعض بعدين تعلم أنه يحمل المسئولية كاملة لأنه عندك الخماس الصغير تحول للخماس الكبير الأول رقم واحد التعامل مع هذا الشخص سيكون مريح إذا عرفت مفاتحها مفتاحه هو أنه لا تبين له أو حتى تتواجه معه أو تتكلم معه بشكل مباشر تقول له مثلا أنت كذا ولازم لا تصرف أموالك في الأشياء أنه لا يصرف أمواله على الكثير من الأنشطة الشبابية ويد عنده دخل يعني دخل عالي ولكن لا يعرف أن يدير أمواله هنا كأنه ما تتاري يقول لك حط مسئوليات مالية عليه بدل ما تقول له أنت معاجبني في طريقة تصرفك بالأموال علمه أن المسئولية الكبرى بعدين تقع داخل المنزل أو هي من أجل الشريك يعني لازم تعلم أنه يحمل المسئولية المادية بالشكل المناسب ما عليك هو فلوسه شلون رح يصرفها بعدين لما تخرج عنده مسئوليات حقيقية معاك أنت رح يبدد يصرف في المكان الصحيح ننتقل إلى آخر مجموعة مجموعة المرتبطين أول سؤال لكم كيف يراك الشريك عندنا أربعة الأكواب كارت تيمبرانس برج القوس ويد عندنا طاقة الماء هنا لبرج العذراء اليوم الماء والنار وسبعة الأخصان يراك الشريك يا برج العذراء أن أنت كأنما أحسك تقرر بدونه في أمور تصير في حياتكم مع بعض أو في أمور تستدعي حتى النقاش لكن أنت دائما تختار أنك تواجهها بروحك بشكل مستقل بدون ما حتى تحاول أن تشركه في أمرك النقطة الثانية يرى يشوفك أن أنت كأن ما في شي عندكم ما أزمة تخص المال أزمة تخص في مشكلة قادمة في الطريق أو مشكلة حاليا أنتو اثنينكم تعانون منها بما أن انتو في شراكة سواء زواجة أو علاقة ولكن دائما تختار أن تواجه شي بروحك لما شريكك يشوفك أنه لما يقترح عليك يحاول يطلع لك بحلول يقدم لك تسويات أنت ما تقبل أنت تقول لا 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 يعني عندكم مشكلة في نفس الوقت ترفض أي حلول من جانب الشريك بما معنى شوية محتاجين أن تعملون على جانب الشراكة في الفترة القادمة الشراكة الحقيقية مو بالاسم الشراكة اللي احنا نواجه الأمور مع بعض هذا هو اللي ينتظر منك شريكك خلا نشوف ما هي نقاط قوتك في العلاقة عندنا ملك النار تسعة الأخصان تسعة الخماسيات والغصن الأول نقاط قوتك في العلاقة مع هذا الشخص هذا هو طاقتك أنت عندنا هنالك الكثير من طاقة النار قوس حمل أسد وحس هنا أيضا البراج المائية نقاط قوتك أنت مو متكل على هذا الشريك أو ما داعد الكثير من الأشخاص يفكرون الشراكة أنه نحنا لازم نخنق ونملك الشخص الثاني أنت تحب تنجز تحب تنجز تحب تسوي تحب أنه تكون شريك حقيقي هذا اللي قاعدة أسمع الرسالة لك بما معناه ما تحب أنك تتملك الشخص وهذا يعطي شريكك حرية يحب أنه أنت ثق فيه وتعطيه حرية بعيد عن العلاقة كنا نحنا في علاقة أو في زواج مو معناته أنه لازم 24 ساعة مع بعض وكل الأنشطة اللي نسويها تكون مع بعض أنا هنا قاعدة رسالتي تروح لبرج عذراء جدا واثق من طاقته واثق من نفسه مرتاح عارف متى يقض الوقت مع نفسه مع أهل تقسيمه للأهل لنفسي للشريك جدا تقسيمه جميله وفي نفس الوقت أنت اللي قاعدة توجهه ترى أنت اللي توجه الشريك قاعدة قيده بالأفعال والأخوة يقيدك بشوي السلطة الأوامر أنت اللي ترحب هذا يعطي أوامر أنت تقيده بالأفعال نموذج هذا من نقاط قوتك معه وأيضا تعرف كيف تحفزه عندك مفاتيحه المفتاح لما تكون فعلا تستخدمه مع هذا الشخص اتعرف له اتعرف شلون تحصل منه على النتيجة اللي تب بيها انزل السؤال الثالث شون توافق بينكم رح يكون البرج الساحر الامبراطور ويد ناس بما أنه شافوا كرة البرج رح يخافون ولكن بما أنه وقع جنب الساحر فما في أي داعي للخوف فيه مأزق هني انتوا رح تمرون فيه مع بعض ما يخص الخيانة لا يخص شي بخصوص مكان العمل مشكلة داخل البيت انزين أزمة انزين في آخر لحظة الله سبحانه وتعالى رح يخرجكم اثنينكم منها رح يكون فيه تدارك للوضع حل يعني خلاص البرج رح يقع مشكلة رح تصير ولكن ما رح تأثر على علاقتكم في آخر لحظة رح يكون فيه مثل الملاك الحارس اللي يساعدكم ولكن التوافق احذر انه مادري ليش قاعد أحس يا برج العذران ان انت رح تنقذ الموقف كان ما انت اللي راح تخرج هاي الاشخاص او حتى الشريك من الازمة اللي على وشك ان تحدث فيه مشكلة ابتدتك مشكلة وعلى وشك ان تتحول الى ازمة ممكن جدا هتكون فيه مكان العمل وانت اللي قاعد تعطي شريكك الافكار وتوجهه لا تنسي هني عندنا طاقة التوجيه ولكن احذر من شي واحد ان انت الناس الشجعون او اللي وافقين من نفسهم مثلك انت ما يخافون يعترفون بالخطأ اوقات من الخطأ ان راسنا يكبر اكبر من اللازم لما احنا نشوف نفسنا انقذنا الموقف ساعدنا شخص هذا الشخص كان رح يتورط بدونه بدون توجيهنا اوكي نقول خلاص احنا الحين الامبراطور احنا حين كلامنا لازم يمشي اكثر من قبل شفت هذي الازمة اللي ابتدت ان انت ما تسمع كلام او نصيحة شريكك ولا حتى حلولة بتكبر الى انا حين ما حد قدي ما حد يعرف يوجه هذا القارب وهاي العلاقة غيري انا ليش انا عندي دليل هني برج العذرا يقول انا عندي دليل انا انقفت الموقف انت بدوني كنت رح تتصرف خطأ انت بدوني رح تنحط في السجن انت بدوني كنت رح نخسر الميراث لاح تكلمني انا وصلت الى اعلى مستوى بالعكس تتوقع من شريكك انه دائما ينفذ توجيهاتك انت بس هذا النقطة اذا حذرت منها اذا وعيت لها من الحين رح التوافق يكون جدا جميلة الساحر يقولك اوقات جدا سحرية بينك جميلة وسحرية بينك وبين الشريك شكرا 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 شكرا